في عناوين النشرة حيسى وفولو هنا في الضاحية الحكومة بين كوستاريكا والبرازيل يعني عم نشتغل على كيف شكل الحكومة تكون وكل واحد قديش تيار الظاهر وسمير جعجع وجهاً لوجه كان جلسة مهمة لأنه كشفت أمور كيري عون لماركل لن ننتظر الحل السياسي عودة اللاجئين لابد أن تحدث عندما تتوافر الظروف الآمنة لهم تكتل نيابي شبابي لحل أزمة السكن أكيد بدأت ليه وبتأمل أنه تصوريني ما حدا حيكون عم بعار هذه المشاريع تمضي بإطار ميزانية عامة للدولة كل التحيات وأهلا بكم إلى آخر نشرة لهذه الليلة من قناة الجديد في بيروت على واقع أقدام السنبا تنقلت الأحداث في لبنان من مكان إلى آخر حتى إن بحث تأليف الحكومة وجد له وقتاً مستقطعاً في بعبدة بين الرئيسين عون والحريري في استراحة الشوطين بين كوستاريكا والبرازيل خرج بعدها الرئيس المكلف وابتسامة الفوز تعل وجهه ليقول إذا عملنا بهذه الطريقة ننتهي من التأليف بسرعة كبيرة لافتاً إلى أن النقاش قد تناول شكل الحكومة وتوزيع الحصص وأن الشوط النهائي في المونديال الحكومي قد اقترب من منطقة الجزاء وبقيت مشاورات قليلة لتسجيل هدف التأليف في مرمى المعادلة الأخيرة مصادر الجديد ألمحت إلى أن الحكومة لن تبصر النور بغياب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسافر الاثنين المقبل وعليه فإن الأعلان بات قاب قوسين أو أدنى من انتهاء الشوط الحكومي ومن على شرفاً تقلت ميركل إلى قصر بعبدة فطلب إليها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون دعم ألمانيا لموقف لبنان لعودة النازحين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في سوريا وعلى فصل العودة عن الحل السياسي لأن لبنان لا يستطيع انتظار ذلك الحل لعودة من نزح أما ميركل فأبدأ تفهمها للموقف اللبناني حيال النازحين معتبرة أن الحل السياسي يساهم في تسريع ملفهم أما الحدث الذي شغل قصر العدل فكان مواجهة الساعات الست بين رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جاجع ومدير الالبسي آي بير الظاهر حيث تحول محيط العدلية إلى ثكنة عسكرية واستنفرت عشرات العناصر من الأجهزة الأمنية والجيش ما أعاد إلى الأذهان مرحلة جلسات سيدة النجاة وإذ يجهد لجعجع احترامه القضاء وحضوره شخصياً لعب الطرفان مباراة ودية على أرض محايدة أصر جعجع فيها على منادات الظاهر ببييرو ما أثر استغراب القاضية فاطمة جوني التي بادرتهما بالقول لماذا إذن لا تحلان القضية ودياً وفي مجريات المواجهة وجديدها برز الاختلاف على الاتفاق إذ استند الظاهر إلى اجتماع عقد بينهما عام 92 بحضور الراحل أنتوان شويري وقال أنه في خلال ذلك الاجتماع جرت تنازل بمجب ورقة عن الأل بي سي وأصبحت الال بي سي آي لكن جعجع نفى علمه بذلك وأنه عندما خرج من السجن اكتشف تغيير الاسم وفي آخر ساعتين المواجهة حضر رئيس دائرة الإعلام في القوات اللبنانية آنذاك الوزير السابق كريم باقرادوني فأدلى بشهادة شاهد رأى كل حاجة ونبقى في أجواء العدل وانتصار القضاء لحرية الرأي بعد رد قاضية الأمور العجلة دعوة تقدم بها أيمن جمعة ضد تقرير بثته الجديد موثق بالأدلة نشرتها شركة موساك فونسكا وتسأل فيها سهر رئيس مجلس النواب نبي بري من أين لك هذا إذن تقدم أيمن جمعة بواسطة وكيله المحامي علي رحال بطلب أمر عريضة بوجه محطة الجديد وموقعي درج وأريج أمام القاضي المدني الناظر بقضايا العجلة في بيروت الرئيس كارلا شواح طالبا منع محطة الجديد من نشر أي خبر يتعلق به أو بشركاته أو بأعماله وإثر رد الجديد بواسطة وكيلها المحامي أيمن رعد أصدرت القاضية شواح قرارا برد الطلب المقدم من أيمن جمعة لعدم توفر عنصر العجلة ولكون طلب منع التعرض يتعارض مع حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي البداية من أرض برازيلية على أرض لبنانية فسو باولو البرازيلية فرع على أطراف العاصمة بيروت أبوابه مشرعة أمام عشاق فريق السنبا في المونديال قبل المونديال كان هذا المكان يعرف بحي عرسال ومع بدء مباريات كأس العالم تحول إلى سو باولو فرع صبراء بأكثر من ألف عالم برازيلي زين هذا الحي الفقير الواقع على أطراف العاصمة بيروت والذي يشبه إلى حد بعيد أحياء الفافيلا في ريو دي جنايرو المبادرة أتت من أرشاق منتخب السنبا وهم الأكثرية هنا نحن حينا صار حي سياحي يعني نحن اليوم بيجي لعنا إزاعة إخبارية بيجي لعنا ناس صحفية بيجي لعنا صحف عالمية نحن صوروا يعني نحن ناس يعني فقيرة عرفت كيف لا الدولة عم تطلع فينا ولا شي نحن قررنا نعمل هذا الشي ونسوي هذا الشي لحتى نرسم البسمع وجوهن عينا من لما كنا صغار بنسمع بنيمار نايمار هو البطل برازيل هو المقوية هو المهديها هو فيك تقول إنه هو العمود اللي عبتك تكس عليه خلا اليوم بالمونديال مع مين أنت؟ مع البرازيل بس رونالدو اللي لبس له تياب وهو مع البرتغال بعرف إزا لعبوا برازيل ببرتغال مين بتشجع؟ برازيل علي تياب مين لبس أنت؟ برازيلي ليه بتحب البرازيل؟ كتيري بحبه ليه؟ بحبه لأنه فيها لعيبة حلوة بحبه كمال نايمار لو بدي يصير مشكلة لو بدي موت أنا موت وما لقى حدا حدث على ممنا ليه؟ ليه؟ لأني بحب البرازيل هني بس يعني شفونا عم نعمل هيك المقهروا مننا يعني خلص الله والبرازيل بحثنا مشجعين لفرق أخرى فلم نجد سوى أفراد من مشجعي المنشف يتمركزون على أطراف الحي يراقبون بهجة البرازيليين لا يجرؤون على استفزازهم في عقر دارهم وينتظرون الدعم ليش مش مزينين الحياة عندكم مثل ما هني مزينينهم؟ لأنهم مدعمين من الحركة ليه الحركة بدأت تتعم لبرازيل؟ لأنه الرئيسنا بيهبري مع البرازيل ليه بتحب ألمانيا أنت؟ لأن فيها لعيبة نجوم عادي ما بيهجر الهم هلأ نحن إن شاء الله اليوم هالسنة الأربع نجوم يصيروا خمسة وليفنداسكي يحط لتجوال يخزهم ليش لمشاجعين الألمان والأعلام الألمانية ألمن لبرازيلية هون بالحي؟ لأنه هون نحن بدولة البرازيل وهون السفارة الألمانية ألماني اسمع اسمع أصفر أخضر عم يلمع ورح نتلاها بالفينال هنخل عيونك تدمع وجدوا في الأخضر والأصفر والأزرق بهجة تمسحوا عن جدران هذا الحي ملامح الفقر المتراكم مع الأيام فخلقوا من أعلام منتخبهم المفضل لوحة فنية باتت مقصدا سياحيا لعشاق البرازيل من حيث بولو في صبرة حليم طبيعة قناة الجديد الحكومة قد تبصر النور نهاية الأسبوع ممازحا بدأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حديثه إلى الصحافيين بعد لقاء دام أكثر من ساعة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ساعة من الوقت خرج بعدها الحريري مرتاحا ومبتسما وإن دلت مدة اللقاء على شيء فعلى تطور إيجابي واضح في مسار تأليف الحكومة كان اجتماع كثير إيجابي وحكينا بالتشكيل الحكومي بالأحجام فإن شاء الله بيصير فيه توافق قريبا على هذا الموضوع والرئيس كان كثير إيجابي بهذا الموضوع فأنا هكمل مشاورات مع كل الأفريقاء السياسيين بهذا الشأن وأنا برأيي أنه إذا بنشتغل على على هالطريقة نحن قدرين نخلص بسرعة كتير كبيرة أنا برأيي أنه وصلنا كتير قريبين على المعادلة الأخيرة باقي شوية مشاورات وإن شاء الله ساعتها منوصل إن شاء الله نحن أنا مكمل مشاورات هلأ أول ما أرجع على البيت وبننا يعني أنا برأيي أنا متفائل كتير لا لا يعني أنا برأيي وصلنا واصلين واصلين الجديد أجرت سلسلة اتصالات بالأطراف المعنية ففضلت عدم الكشف عن تفاصيل اللقاء لعدم التسبب بعرقيل غير أن المصادر أشارت إلى أن العقدتين القواتية والدرزية لم تحلى بعد لكن الرئيس الحريري مصر على فكها السبت كحد أقصى لن تبصر الحكومة النور في غياب رئيس المجلس النيابي نبيه بره الذي يغادر البلاد يوم الاثنين هذا ما حاول الرئيس المكلف الإحاء به ومن ثم فبات من شبه المحسوم أن الولادة ستكون في الأيام القليلة المقبلة وأن الحريري لا يزال يذلل العقبات ومما لا شك فيه أن التأليف بات في شوطه الثاني والأخير لا يرسعد قناة الجديد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تختتم زيارتها لبنان بلقاء رئيس الجمهورية في بعبدة ولقاءات الرؤساء الثلاثة ارتكزت على أزمة النزوح السوري في أقل من 24 ساعة جالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الرؤساء الثلاثة في ختام زيارتها حطت الرحال في قصر بعبدة حيث التقت رئيس الجمهورية ميشيل عون بحضور وزير الخارجية جبران باسيل وعدد من المستشارين في خلال اللقاء طلب عون مساعدة ألمانيا في دعم موقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين السوريين تدريجا إلى المناطق الآمنة في سوريا مشددا على ضرورة الفصل بين العودة والحل السياسي للأزمة من جانبها أبدت المستشارة الألمانية تفهمها للموقف اللبناني حيال أزمة النزوح وأكدت أن بلادها ستساعد في هذا المجال مع قناعتها بأن الحل السياسي يساهم كثيرا في إنهاء هذا الملف المستشارة الألمانية كانت قد عقدت لقاء ثنائيا مع الرئيس سعد الحريري في السراع الحكومي قبل أن ينضم إلى اجتماع اقتصادي مشترك لبحث صبول دعم القطاع الخاص في لبنان ثم عقد الحريري وميركل مؤتمرا صحفيا ركزا فيه على أبرز مجالة مناقشته في الاجتماع ولا سيام قضية النزوح السوري أن النزوح السوري أكبر بكثير من طاقة لبنان على التحمل وفي هذا المجال هناك حاجة لتوسيع المساعدات الإنسانية الأساسية بصورة مستمرة لتشمل إضافة إلى النازحين المجتمعات المضيفة لهم لكن الأهم هو تنفيذ المشاريع المائية تحسن سبل المعيشة أمام المجتمعات المضيفة وتوفر فرص العمل للبنانيين المضيفين لإخوانهم النازحين وقد كررت لسيدة المستشارة ميركل موقف الحكومة اللبنانية بأن الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو في عودتهم إلى سوريا بشكل آمن وكريم نريد بالطبع أن نساهم بالوصول إلى حل سياسي في سوريا يمكننا من عودة اللاجئين إلى سوريا ونتعاون مع المنظمات الدولية مع منظمة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين وكما قال سعادة رئيس الوزراء فإن عودة اللاجئين لابد أن تحدث عندما تتوافر الظروف الآمنة لهم مهامة التي ألقيت على عاطق لبنان والتي نثمنها تثمينا بالغا وبالنظر إلى عدد السكان وعدد اللاجئين التي تم استعابهم فإن هذه المهمة صعبة أن يتحملها بلد لوحده وبالتالي علينا أن نقدم المساعدة هنا خلال حديثي مع عديد من المسؤولين اللبنانيين أكدت على أن عودة اللاجئين لابد أن يحدث بالتوافق وبالتنظيم والتعاون مع منظمات الإغاثة وكانت المستشارة الألمانية قد التقت رئيس مجلس النواب نبيه برري في عين التيني حيث استعرض الجانبان الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان نتيجة ما يجري في سوريا والنزوح السوري إليه وتناول برري دور لبنان وما أنجزه على هذا الصعيد مشددا على ضرورة التنصيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وأكد برري أمام المستشارة الألمانية حق لبنان في حدوده البرية والبحرية وعصرا غادرت المستشارة الألمانية بيروت بعد زيارة دامت 24 ساعة مفاوضات كتابية بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفاوضية العليا لشؤون اللاجئين فماذا في مضمون هذه المرسلات؟ أعلنت وزارة الخارجية والمختاربين أنها تلقت كتابا جوابيا من المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان تضمن جملة أمور منها أنها مستعدة لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية والوزارات الأخرى إضافة إلى الإدارات والهيئات المعنية للتشاور في موضوع النازحين وعودتهم إلى سوريا كذلك تضمن الكتاب موافقة المفاوضية على اقتراح وزير الخارجية والمختاربين جبران باسيل تقسيم النازحين إلى فئات لتنظيم عودتهم وأكدت عملها الدائم في الداخل السوري لإزالة العوائق أمام عودة كريمة وأمنة مشددة على أنها ليست حاليا في وارد التشجيع على العودة ولكنها لن تقف في وجه من يريد ذلك طوعية من أفراد وجماعات المفاوضية وافقت كذلك على إشراك وزارة الخارجية في ذات المعلومات التي في حوزتها والتي كانت تشرك فيها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2015 هذا وتقوم الدوائر المختصة في وزارة الخارجية بإعداد رد على كتاب المفاوضية العليا لترجمة هذه السياسة إلى خطوات عملية من شأنها ضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين السوريين وعلى مراحل أول مواجهة بين رئيس القوات اللبنانية سامير جعجع ورئيس مجلس إدارة الالبي سي آي بير الظاهر في جلسة استمرت ست ساعات كان كافيا مشاهدة هذا الطوق الأمني حول قصر العدل لمعرفة أن رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع حضر إلى جلسة المحاكمة في قضية الالبي سي آي حضر جعجع فأقفلت أبواب العدلية بوجه الناس على مدى ست ساعات متتالية استمرت الجلسة وقف جعجع وفريق وكلائه يتقدمهم جورج عدوان إلى يمين القاضية فاطمة الجوني فيما الظاهر ووقلائه إلى الشمال ويتقدمهم نعوم فرح وعند الساعة الحادية عشرة بدأت الجلسة بالاستماع إلى إفادة جعجع وسط أجواء هادئة لا بل تخللتها مواقف ود بين الرجلين فكان جعجع ينادي بير الظاهر ببييرو عند الحديث عنه أمام القاضية وفي إفادة جعجع قال إن الأل بي سي كانت وما زالت ملكا للقوات التي سجلت المحطة صوريا باسم بير الظاهر أسوة بكل وسائل الإعلام التابعة للقوات المسجلة صوريا بأسماء أشخاص وقد أبقت القوات المحطة لسنوات طويلة باسم الظاهر ولم تطلبه بالتنازل عن ملكيتها بحكم العلاقة الوثيقة بينهما وأضاف إن مالية المحطة كانت مرتبطة عضويا بالصندوق الوطني التابع للقوات ولفت جعجع إلى أنه حينما كان في السجن كان الظاهر يجمع مسؤولي الأمن في المحطة ويحضهم على السهر على أمن الأل بي سي لأنها أمانة في أيديهم إلى حين خروج الدكتور جعجع وعن عقد التفرغ عام 1992 بين بيار الظاهر وسامي توم الذي بيعت بموجبه الموجودات للأل بي سي لتنتقل إلى الأل بي سي آي قال جعجع أنه لم يطلع إطلاقا على العقد ولحتى على تأسيس الأل بي سي آي بل إن مرحلة البث الفضائي والانتهاء من الحرب أصبحت أل بي سي آي وأن كل الأمور الشكلية لا تمس بجوهر المحطة وكل ما يعرفه أن المحطة لا تزال للقوات وأضاف جعجع أنه في عام 2006 عندما شعرت ببعض الإجراءات الملتبسة التي يكون بها الظاهر استدعيته وطلبت إليه أن يتنازل عن ملكية المحطة لمصلحتي فرفض وادع ملكيته لها عندئذ وجهت له ثلاثة انذارات ولما لم يستجب تقدمت القوات بدعوى ضده بعد الانتهاء من استجواب جعجع بدأ استجواب المدع عليه بيار الظاهر فأكد أنه اشترى موجودات محطة الأل بي سي عام 92 بقيمة 5 ملايين دولار سددها على أقصاط لحزب القوات موضحا أنه في عام 94 بهم الجيش مبنى المحطة في جونيه ما اضطره إلى الطلب من جعجع تأمين مبنى آخر لينقل البث إليه فقام الأخير بتأمين المبنى الحالي في أدمى مشيرا إلى أنه دفع مبلغ 900 ألف دولار ثمن المبنى احتسب من قيمة الخمسة ملايين دولار وأشار الظاهر إلى أن الخلافة مع جعجع سياسي على كيفية إدارة المحطة وليس خلافا ماليا لأني كنت أريد أن تكون المحطة لكل اللبنانيين لا أن تكون تابعة لحزب معين وهو ما نفاه جعجع إلا أن الظاهر أصر على أقوى له وبرر تفاوضه مع جعجع عام 2006 ليثبت أنه اشترى المحطة بموجب عقد بين الطرفين وبعد أربع ساعات أدخل الشاهد كريم باقرادوني عند الساعة الثالثة بصفته قائد الدائرة الإعلامية للقوات اللبنانية قبل اتفاق الطائف فسئل باقرادوني من المحكمة عما إذا كان جعجع على علم بعقد بيع موجودات الأل بي سي وانتقال الأسهم إلى الأل بي سي آي عام 92 أجاب أعتقد أن جعجع من المفترض أن يكون على علم بهذا العقد وأضف باقرادوني لست متأكدا من حصول أي بيع بين جعجع والظاهر لكن ما أعتقده أن جعجع كان مسلما التلفزيون للظاهر بكل شيء وأعتقد أنه حصل تفاهم يتحمل بموجبه الظاهر كل الأعباء المتعلقة في مقابل إبقاء تغطية إعلامية للقوات سئل باقرادوني من المحكمة هل قال لك جعجع أن البي سي آي أصبحت للظاهر في أثناء زيارته في السجن؟ أجاب باقرادوني لم يقل لذلك وما كان لفتا في الجلسة الماراتونية استغراب القاضية فاطمة الجوني من عدم التوصل لاتفاق حبي بين الرجلين يقضي بتقديم الفريقين تنازلات خصوصا في ظل أجواء الود الذي لا يمكن إخفاؤه بينهما وفي الختام طلب وكيل بيير الظاهر تقديم مزيد من المستندات وهو ما عده عدوان محاولة للمماطلة إلا أن القاضية أكدت أنها ستسعى لتسريع المحاكمات منعا لأي مماطلة قبل أن ترفع الجلسة إلى الثامن من تشرين الأول مشروع قانون لحل أزمة الإسكان ونواب جدد يتبنونه هي أزمة الإسكان والقروض السكنية المجمدة جدار يصطدم به الشباب اللبناني حالما يقرر بدء حياته بشراء منزل خاص به في مكاتب النواب وضع مشروع قانون معجل مكرر يحمل حلا لهذه الأزمة قدمته جمعية دعم الشباب اللبناني وهو من مادة وحيدة تنص على تخصيص 100 مليار ليرة لبنانية لدعم الفوائد على القروض السكنية المندرجة ضمن المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان وجهاز الإسكان العسكري ضمن شروط كل من هذه المؤسسات قدمنا إلى النواب في بعض نواب مضو في بعض نواب يتناقشوا فيه خلال هاليومين يعطونا أجوبة وإذا الله أراد نحن السبت لحكون في عنا اعتصام بسيحة رياض الصلح تنقدر نطالب الحكومة أول شي نوصلها وجعنا وصوتنا ونطلبها بوضع خطة الإسكان على جدوى الأعمال تنقدر نكون نحن أمن لها بتشريع وهي تكون عم تأمن الأموال مشروع القانون بات بحوزة أعضاء غالبية الكتل النيابية وبخاصة الشباب منهم فهم الأدرى بمشكلات أبناء جيلهم أكيد مضيت الله وبتأمل أنه بتصور أنه ما حدا حيكون عم بيعارض مشروع منه أزمي عند الشباب اللبناني كلها يتساوى هلأ عم بيعوني منه مش بس الشباب بتصور السوق العقاري اللي هو جزء أساسي من الاقتصاد ومحرك أساسي من الاقتصاد بتصور أنه هايدي بتكون جرعة للشباب وفيما حظي المشروع بتوقيع نائب المردة توني فرنجية فضل نائب كتلة المستقبل سامي فتفة التريث إلى يوم الاعتصام هذا مشروع بيهمنا كتير مش بس كشباب كأهل الشمال وكأهل لبنان كلها هايك مشروع أول شي بيهين على الشباب اللبناني أنه يحصلوا على تسهيلات مش ينشرق لألون وهيك مشروع أنا بيعتبره هيدا شي حق للمواطن بعرف اليوم نحنا كتير ملتهين بقضايا سياسية من التشكيل الحكومة وإلى آخره بس هايك مشارية نحنا ما لازم نغض النظر عنها أنا من واجب أطرح هالمشروع على الكتلة وأنا بأكد للكتلة هتوافق يعني من أكيد كتلة برئاس الرئيس الحريري هتوافق على هايك مشروع فإن شاء الله خير نحنا هنكون أول ناس نضيق على هايك مشروع النائب في كتلة القوات اللبنانية أنتوان حبشي من أوائل الداعمين أيضا المشروع بشكل عام هو مشروع جيد هاي المشاريع بتنضوي بإطار ميزانية عامة للدولة كتير مهم أنه نقدر نحققها بدون ما نكون عم بنزيد بشكل مطلع عجز الدولة أو ناخد من الميزانية باتجاه أنه يزيد العجز ويزيد الإشكاليات وزير المالية هو اكترح بالاجتماع اللي صار بالسرايا كرميل هذا الملف اكترح أنه أنا فيه أمن هذا المبلغ وبالتالي برأيي موضوع جدا سهل وعا كل أحوال إذا مش قدرين أمنه هالمبلغ نحنا كمان كجمعية عملنا دراسة وصلنا مع سندق أوروبية مستعدة تمول هذا الموضوع بدون ما نحمل الدولة أي تأعباء فيما تسعى الدولة لتجنيس متمولين لتشجيعهم على الاستثمار ولد مشروع قانون من وجع شباب يحملون الجنسية اللبنانية أبا عن جد يناضلون للبقاء في أرضهم والتملك فيها مشروع وضع على سكة الحلول المطروحة في انتظار أن يسلك طريقه السريع نحو التنفيذ جوال الحجموسى قناة الجديد المدرية العامة لمجلس الوزراء تدخل في حملة تحجيم دور رئيس إدارة المناقصات خلافا للقانون وتطلب إلى المظلوم أن يشكو الظالم بواسطته مع تسلم القادر جورج عطية رئاسة التفتيش المركزي من القادر جورج عويد وبالتزامن مع إطلاق مناقصة البواخر وغيرها من التلزيمات المشتبه فيها التي لم تمرر وفق أهواء السياسيين تجاه إدارة المناقصات بدأ التضييق على رئيس إدارة المناقصات جون العلية ومنعه من الظهور إعلاميا بقرار من رئيس التفتيش في محاولة للتعتيم على ما يجي طبخه ووصل الأمر إلى عدم رد عطية على كتب العلية ومراسلته عادة كما تبين هذه الكتب يراسل المدير العام لإدارة المناقصات الأمين العام لمجلس الوزراء مباشرة وتظهر كتب عدة مراسلات من الأمانة العامة موجهة إلى إدارة المناقصات مباشرة اليوم اختلف الأمر مع الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل فبعدما راسله رئيس إدارة المناقصات جون العلية بخصوص عدم رد رئيس التفتيش على كتب أرسلت إليه تتعلق بمتطلبات وظيفية لم يرد فليفل كما جرت العادة إنما خاطب علية طالبا إليه بصيغة الأمر التزام التسلسل الإداري هي محاولة لوضع علية تحت وصاية رئيس التفتيش من خلال مخالفة كل الأصول والقواعد القانونية المستندة إلى المادة الأولى من المرسوم 2460 على 59 علما أن هذه المادة تؤكد وجود إدارتين منفصلتين ومتوازنتين ضمن التفتيش المركزي وهما التفتيش والمناقصات كما أن الاستناد إلى المرسوم رقم 111 ولا سيما المادة التاسعة منه لا يقع أيضا في موقعه القانوني لأنه بحسب مصادر قانونية مطلعة فأن من المتفق عليه فقها واشتهادا أن قاعدة التسلسل الإداري لا تطبق إلا ضمن الإدارة الواحدة وفي مطلق الأحوال فأن رئيس إدارة المناقصات ليس عضوا في هيئة التفتيش المركزي ومن ثم لا يعد رئيس التفتيش بهذه الصفة رئيسا تسلسليا لرئيس إدارة المناقصات وبحسب مصادر إدارة المناقصات فأن رئيس هجان علي متحصن بالقانون ويمارس صلاحيته كاملة من دون زيادة ولا نقصان ولن يردخ لأي ضغط أو تهويل أو تحوير يذكر أن هذه الحملة تزامنت وتسلم إدارة المناقصات دفتر شروط مناقصة تأمين طاقة إضافية فهل هي محاولة ضغط لإمرار ما لم يمر سابقا؟ بعد الأعلان إحالة المعتد على المحكمة العسكرية مرحبا بكم من جديد بعد انتشار على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رجل يعتدي على عاملتين أجنبيتين من التابعية الكينية تبين فيما بعد أنه عنصر أمني أعلن وزير العدل سليم جريساتي أن مفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمانوس قد أصدر أوامره لقيادة الشرطة العسكرية بتوقيف العسكري وزوجته ومواطن ثالث بقضية الاعتداء على الفتاتين وطالب بإحالة العسكري إلى المحكمة العسكرية هذا وتم التواصل مع المدرية العامة للأمن العام لتسوية وضع إقامة الفتتين المذكرتين في لبنان ولاحقا أصدرت قيارة الجيش بيانا قالت فيه إن الحادث كان نتيجة قيام أحدى الامرأتين المذكرتين التي كانتا بوضع السكر الظاهر بالاعتداء على أحد العسكريين وهو باللباس المدني وقد كانت برفقته زوجته من خلال ضربه بزجاجة على رأسه ما دفع أحد المدنيين إلى التدخل وضرب الامرأتين المذكرتين وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في الموضوع الرئيس ميشيل عون شارك صباحا في افتتاح المقر البطرياركي الجديد للكنيسة السريانية الأرتوكسية في بلدة العطشانة بالمتن الشمالي إلى بلدة العطشانة في المتن الشمالي توجه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لافتتاح مقر جديد لبطرياركية انطاقيا وسائر المشرق للكنيسة السريانية الأرتوكسية معاربا عن سعادته لما يحمل هذا الحدث من تشبث بالأرض وجذور وتثبيت للوجود والهوية لقد درجت العادة على إطلاق تسمية أقليات على بعض الطوائف في لبنان ومنها السريان ونتج عن ذلك حرمانها من بعض حقوقها السياسية كما من بعض الوظائف العامة من الخطأ مقاربة الواقع اللبناني من منطلق الأقليات وأكثريات فهذه البلاد منذ فجر التاريخ كانت أرض تلاق لشعوب ومجموعات دينية واضعا نصب عيني الوقوف من موقع مسئوليتي مدافعا عن تجربة العيش المشترك والتوازن والاحترام المتبادل بين مكونات الشعب اللبناني سأسعى مع الجميع إلى ولادة حكومة تعكس رغبات هذا الشعب وتوازناته وتوصل صورة مشرقة إلى العالم عن عزمنا الأكيد كمسؤولين السياسيين عن السير قدما في مشروع النهوض بالوطن والإصلاح والشفافية ومواجهة الفساد والمفسدين وأضاف عون أن افتتاح هذا المقر هو رد على كل محاولات تفريغ المشرق من بعض مكوناته ورسالة واضحة لمن خطف المطرانين يحنى إبراهيم وبولوس اليازجي هذا وكان الرئيس عون قد شارك في القداس الإلهي الذي ترأسه بطريارك انطاقيا وسائر المشرق للسيريان الأرثوديكس مار إغناتيوس إفرام الثاني في كنيسة السيدة العذراء بحضور عدد من الفعاليات السياسية والدينية محبة الله لاب ونعمة لابن الوحيد وشركة حلول الروح القدس الفرقليت دعاوى قضائية بين الأهالي في بلدة لمغيري بسبب المدافن في قرية لمغيري في جرود جبيل صدر قرار قضائي في الحادي والعشرين من الحالي يقضي بمنع أي عمل في العقارين رقم 186 و187 بما فيه الدفن لمدة 48 ساعة من تاريخه وذلك تحت طائلة دفع غرامة مالية تبلغ 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار وذلك بعدما اداع توني إلياس الخوري وشوق سعد الله الخوري على وقف ماري إلياس لمغيري الفقيد عقل الخوري الذي بات بعيدا من كل هذه التفاصيل يتنازع على إيجاد مدفن له ما فيه خيار تاني ما فيه مدافن بديلة لو فيه مدافن بديلة كنا منشوف إذا فيه إمكانية بس ما فيه مدافن بديلة وبالتالي ما عنا أي خيار إرادة أهل الضائعة أنه يكونوا هالمدافن هون ما رح ما ندفنوا أجديد نحن رح نظل ندفن وهالمدافن يلينا عملت مطابقة لا ما بتعمل أي ضرر لا بيئة ولا صحب هيدا بيتنا نحن وأقرب شيء للمدافن ونحن بي مرحوم بي إذا عمر حد المدافن ولا مرة شمينا ريحة أو شفنا ماي أو شفنا شيء مضر بالبيئة بالعكس المحكمة أوضحت في اليوم التالي أن المنع يقتصر على المدافن الجديدة عما تقدمنا نحن بالشكوة لدى قاية الأمور المستعجلة طلع القرار بموضوع المدافن الجديدة المدافن اللي غير مرخصة اللي هي بريفابريكي أما المدافن القديمة ما شمل المنع نحن المدافن القديمة نتلت ومعد عندنا مطرح ندفل موطينا مش مظبوط المدافن القديمة من 40 يوم توفى بي ندفن فيها وبعده بعشرين يوم توفى برت عم ندفنت فيها نحن الحل عطيناه من سنة ونص وحذرنا الجميع وقلنا أنه نحن وصلين لهون في عقارات للوقف كتير بالضيعة بعد ساعة وربع من الوقت المحدد للدفن خالفت لجنة الوقف القرار ودفنت الفقيد في المدافن الجاهزة الصادر بها قرار المنع غدي بوموسى قناة الجديد وفي الحالة الإنسانية زينب بحاجة إلى من ينقذها من بطر قدمها أيام مضت وزينب محمد حيدر الستينية تطالب بسرير في مستشفية بيروت وطبيب يتولى العناية بها ويشخص إصابة في قدمها اليسرى تخشى مضاعفاتها نتيجة الإهمال الطبي ورفض غير مستشفى استقبالها بذريعة ما في مطرح وهو ما حدى ابنتها إلى استصراق الإنسانية في ضمائر المسؤولين لتلبية ندائها وإدخالها إلى أي مستشفى والحؤول دون تفاقم وضعها الصحي وخسارتها ساقها زينب تقاوم المرض بألمها ودموعها أمام مداخل المستشفيات في انتظار العلاج المنشود قبل فوات الأوان جامعة البلمند تحتفل بذكرى تأسيسها بتخريج دفعة من طلابها احتفلت جامعة البلمند بتخريج 1516 خريجا من طلابها للعام الدراسي الحالي برعاية بطريارك أنطاقيا وسائر المشرق للروم الأوتودوكس يحنى العاشر يازجي وحضور يمثل رئيس الحكومة المكلف النائب سامي فتفت ووزير دفاع يعقوب السراف وحجد من الشخصيات وشمل الاحتفال خريجين في فروع الجامعة كافة في لبنان من الحلم الرئيس في الكورة إلى عكار وسوق الغرب والأشرفية وسن الفيل مع مرور السنة الثلاثين على تأسيس هذه الجامعة جامعة البلمند والتي بكل اعتزاز وافتخار صنفت هذا العام في المرتبة الثالثة بين الجامعات في لبنان ومن الجامعات المعروفة في العالم يسرني أن أمنحكم الشهادات التي استوفيت سروطها مع كل ما يلازمها من حقوق وامتيازات وما يتبجب عليها من مسؤوليات مبروك يا شبيب وتزامن تخرج هذه الدفعة من الطلاب وذكر تأسيس الجامعة وشهد عروضا متنوعة ولوحات فنية من تصميم الفنان عمر الرحباني وتنفيذه بعد الاعلان حميها حرميها مرحبا بكم من جديد وفد أمريكي يزور منبج ويتصرف كمالك له كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وفدا أمريكيا يضم قيادات عسكرية رفيعة المستوى يتقدمه قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي جوزف فوتل زار رسميا مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات مجلس منبج العسكري وتقع في الريف الشمالي الشرقي لحلب والتقى القيادة العسكرية للمجلس والإدارة المدنية للمدينة وموثلين عن شرائح المدينة ونقل المرصد عن المسؤولين العسكريين الأمريكيين تأكيدهم أن مدينة منبج لا تشكل خطرا على أحد وأن من حررها من تنظيم داعش سيبقى هو القوى المسيطرة عليها مؤكدين استمرارهم في دعم المدينة والقوى العسكرية الحاكمة لها وجل الوفد الأمريكي في المدينة واتطلع على وقعها وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد التوصل إلى اتفاق أمريكي تركي حول مستقبل المدينة يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من المدينة نحو شرق الفورة وأنشاء نقاط مراقبة تركية أمريكية على خطوط التماس بين الطرفين في ريف منبج لمراقبة تطبيق الاتفاق وأثر الاتفاق جدلا واسعا في منبج ذلك أنه يجعل المدينة وكأنها أرض بلا صاحب وكأن لا سيادة لدولة عليها ويتصرف فيها الأمريكي كما يشاء ويهديها لمن يشاء تماما مثل ما يفعل الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين ومن شأن اتفاق كهذا أن يعزز مساعي تركيا في محاولة فرض وجودها الكامل على الشمال السوري وخصوصا على غربي نهر الفورة ترامب يتراجع عن عزل أطفال المهاجرين عن أسرهم ردخ الرئيس الأمريكي دولاري ترامب للضغط العام ووقع أمرا تنفيذيا يعد فيه بالحفاظ على الأسر معا في مخيمات للمهاجرين وترجع ترامب عن سياسته وسط غضب دولي من فصل الأطفال والأباء والأمهات الذين لا يحملون وصائق هجرة وقال ترامب أن السبب وراء قراره الأخير هو صور الأطفال الذين انتزعوا من والديهم الذين يقبعون في السجن وينتظرون المحاكمة بسبب عبورهم الحدود بطريقة غير قانونية وأضاف أن زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا التي قيل أنهما ضغطتا عليه لإلغاء سياسته تشعران بشدة بضرورة التوقف عن فصل الأسر ولكن الأمر التنفيذي الجديد لا يعالج حالات الأسر التي أدت سياسة ترامب إلى فصل أفرادها فعلا ويقول مسؤول هجرة في المتحدة أن 2342 طفلا فصلوا عن 2206 أشخاص من الأباء والأمهات في الفترة الواقعة بين الخامس مأيار والتاسع من حزيران وأثارت في الأيام الأخيرة عشرات الصور لأطفال النائمين في حضائر مسيجة وأصوات بكائهم انتقادات واسعة النطاق وأبلغت ستة شركات طيران أمريكية إدارة الرئيس ترامب عدم استخدام طائراتها في نقل أطفال المهاجرين الذين يفصلون عن أبائهم وأمهاتهم وصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس على مشروع قرار يقضي بوقف فصل أطفال المهاجرين عن أهلهم عند دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وهي لسرات صالحة وفقرة رات مرحبا بداية أخبارنا من زيارة مريكي التاريخية للبنان ويلي طبعا ما مرأت مرور الكرام عند الناشطين يلي استغلوا الفرصة بشكل رائع لا يعبروا عن الوضع المؤسف يلي عايشين فيه لتشكل صورة الرئيس سعد الحريري هو وعميدل مريكل على معالم بيروت أكثر صور انتشارا مع سيناريوات متخيلة بين الاثنين ومنها أنه عميدل على القطار السريع المش موجود ولكن له موظفين ومدير مكبلز بيلي أو المترو الوهمية اللي كلف 45 مليون دولار ومن زيارة مريكل مننتقل لزيارة أخرى مع ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي ترامب اللي عملت أزمة كبيرة بسبب جاكت لبستها خلال زيارتها لمركز احتجاز الأطفال المهاجرين مكتوب على ظهره جملة مستفزة لمشاعر كل يلي شايفها لإحتواءه على العبارة التالية بالحقيقة أنا مش مهتم أنت مهتم؟ هالجملة عملت عاصفة من الانتقادات يلي طالت ميلانيا بسبب خصوصية المكان يلي رايحت زوره ويلي أكيد ما لبست أي جاكت طلعت بوجه هي ومستعجلة وراحت زارة المركز ولهالشي تم وصفة بعبارات مثل عديمة الحس غبية ومتحجرة القلب المضحك أنه ترامب حاب يدافع عن زوجته ونشر تويت بيوضح فيها لمين لبست مرته هالعبارة وطلع معه أنه ميلانيا أصدت فيها الإعلام يلي بيبث أخبار كذبة ولهالشي هي مش مهتمة فيهم أما آخر أخبارنا فهي مع فيديو عم ينتشر بشكل واسع بفرج فرحة المشجعين البرازيليين وشميتتهم بخسارة منتخب الأرجنتين مبارح لدرجة حولت معهم إغنية بلا تشاو وصارت مسي تشاو موسيقى أنا أيضا بدي أودعكم مع هالفيديو لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وأعبر صفحاتي على فيسبوك توتر انستجرام سناب شات وعلى الأكيد ما تنسوا تتاغ عن هاشتاك ترينز وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشر جديدة باي هذا تذكيرهم بالعنوين حيسا وفاولو هنا في الضحية موسيقى هنا نحن بدولة البرازيل وهنا السفارة الألمانية موسيقى الحكومة بين كوستاريكا والبرازيل موسيقى تيار الظاهر وسمير جعجع وجهاً لوجه موسيقى كان جلسة مهمة لأنه كشفت أمور كثيرين موسيقى عون لماركل لن ننتظر الحل السياسي موسيقى عودة اللاجئين لابد أن تحدث عندما تتوافر الظروف الآمنة لهم موسيقى تكتل النيابي شبابي لحل أزمة السكة موسيقى أكيد بنتأمل أنه تصور محدة حيكون عمبي عارض هذه المشاريع تنضيب بإطار ميزانية عامة للدولة موسيقى موسيقى وبهذا نصل إلى ختام النشفة الملتقى الأخباري المقبل يتجدد في النشفة الصباحية تصبحون على ألف خيط موسيقى موسيقى